وأنت تعدد المنتخبات اللي اشتغلت معاها في القارة الأفريقية؟ طبقاً لزهني سؤال منطقي لماذا لم تمر في وقت من الأوقات على المنتخب المصري أو أي من الأندية المصرية؟ هل عرض عليك من قبل تدريب منتخب مصر؟ هل عرض عليك تدريب أحد الأندية المصرية؟ نعم لقد طلقيت عدة عروض من قبل مع عدة فرق مصرية وعلى جانب آخر التقيت بمصر للمرة الأولى كان ذلك في ماتش نودي حينما كنت مدرباً في أسك أبيجان في عام 1992 كانت هذه المرة الأولى التي ألتقي فيها بالمدرب محمود القهري المدرب الشهير لمصر ثم التقيت في نصف نهائي في 1998 في بوركينا فاسو بالمنتخب المصري حيث كنت مدرباً لبوركينا فاسو وقد خسرت هذه المباراة أمام مصر بالشكل أعام لقد ارتقيت بمصر أيضاً حينما كنت مدرباً لليابان في عام 1998 أيضاً حيث لعبنا ضده مباراة ودية في اليابان وفزنا بهذه المباراة بهدف للا شيء وكانت مباراة بطبعها صعبة كما كل المباريات إذن أنا لدي استوار جميل مع مصر ولدي مع بعض الذكريات وكنت منبهراً حقيقة الأمر بمحمود القهري وقد حزنت جداً لوفاته منذ عدة سنوات لأنه شخص كنت أحبه وأقدره كثيراً على المستوى المهني والشخصي اليوم مصر لديها مدرب جيد هو حسام حسن الذي كانت لدي الفرصة أن ألتقي به من قبل في نصف نهائي عام 1998 وهو الذي سجل هدفين حاسمين لمصر في هذا اللقاء إذن أنا سعيد جداً لحسام حسن لأنه اليوم أصبح مدرباً لهذا الفريق الوطني المصري ولما لا في المستقبل القريب أن نرى أن أكون في مصر سواء لفريق أو للمنتخب لأنه لدي خبرة بالكرة الأفريقية والكرة المصرية هي كرة بالتأكيد في مستوى عالي جداً والألقاب التي حصدها الزمالك والأهلي هي خير مؤشر على أن كرة القدم المصرية هي الوحيدة من الأفضل الكرات في أفريقيا وبالتأكيد إذا سنحت لي الفرصة للمجيء لمصر لن أتردد في ذلك